خبر كمان مفرح جدا من النادي الاهلي اراو السويسري بيعلن عن التعاقد مع نجل الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الاهلي عمر خالد بيبو عنده 18 سنة واحد من اللعيبة المميزة عشان يكون تالت لاعب بيلعب فيه اراو السويسري بعد الكابتن عبد السطار صبري وكابتن محمد جودة للاعبه في النادي دا قبل كده عمر خالد بيبو واحد من اللعيبة اللي بتلعب مركز الجناح او مركز الهجومي يعني التلت الهجومي الكلام عليه والإعلان عن صفقته من نادي أراوس ويسري حاجة مفرحة وحاجة جميلة بيقوله إن هم شايفين فيه إنه هو موهبة وعيدة يقدروا يستثمروا فيها ويا رب يا رب يا رب إن إحنا كل ناشئينا وكل الموهب الكويسة اللي عندنا تطلع بدري وتحترف بدري لأن بالتأكيد ده يا جماعة والله قسما بالله هيا يعني هيا سرب في مصلحة منتخب مصر وإسم مصر بشاشة غير طبيعي لما يكونوا مدير فني المنتخب مصر بيختار من 20-30 لاعب محترفين في أندية كبيرة غير لما يكون بيختار من 5-6 المحترفين داخلين على عيننا وعلى رأسنا ومهمين وكل حاجة وأبرز نجحاتنا عملنا مع محترفين داخلين بس ما فيش شك لما يبقى عندك لعيبة كتير بتلعب برا واللعيبة دي بتلعب في أندية كبيرة واللعيبة دي بتكتسب خبرات وعقلتها وشخصيتها بتختلف ده أكيد 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 هيعب النفع على اللاعب وعلى منتخب مصر وكمان على الأندية لأن أنت لما بتطلع لعيبة دي أنت بتكسب فلوس وبالعكس بيبقى عندك النسبة اللي هي بتاعت أن أنت اللعيب ده موجودة عندك من مراحل النشئين ونسبة الرعاية بتاعته فبتقعد طول ما اللعيب ده عمال يتنقل من نادي لنادي لنادي تقعد تكسب منه فلوس إلى ما شاء الله والغاية نهاية مشوار ترجمة نانسي قنقر